السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط نلتق اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب الدراسات الإسلامية الفصل الدراسي الثاني ومع قسم التوحيد والدرس الثاني الواجب اتجاه السحر والسحرة العلامات التي يعرف بها الساحر لمعرفة علامات الساحر التي تميزها عن غير أهمية كبيرة حيث أن بعض السحرة يلبسون أو يلبسون الناس أو يلبسون على الناس ويهمونهم أنهم من الرقاه الشرعيين يحسبون أنهم من المشايخ أو من علماء الذين يحفظون كتاب الله ويعملون به ولكن هناك علامات للساحر سنعرفها في هذا الفيديو أولا أنه يسأل المريض عن اسمه واسم أمه هذه أول علامة من علامات الساحر يسأل عن اسم الشخص واسم أمه قد يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلاته التي جاء من أجلها وهذا يعرفه الساحر لأنه يتعامل مع الجن فيسأل الجني الذي يتعامل معه والجني الذي يتعامل معه يسأل القرين للإنسان فيعرف هذه المعلومات عن هذا الشخص ثلاثة قد يطلب من المريض تزويده بشيء من أثاره المادية مثل مشته أو ثوبه أو شعره وهذا لكي يقتفي الجن أثره ويطلب عنه المعلومات أربعة أعطاء ما يسمى بالحجاب وغالبا ما يكتب فيه فلاسم عبارة عن مربعات أو مثلثات أو أرقام وحروف متقطعة وهي كلمات وأسماء غير معروفة أو أرقام وخطوط أو حروف مقطعة كما قلنا أو رسوم أو مربعات داخلها كتابة خمسة من علامات الساحر قراءة شيء من القرآن بصوت مرتفع لكي يوهم المستمع أنه يعالج بكتاب الله ثم يقرأ بعد ذلك كلام غير مفهوم بصوت مخفض يخفيه عن المريض وهذه من حيلهم للتلبيس على الناس ويهمونهم أنهم من أصحاب الرقية الشرعية وهم بعيد كل البعدة عن منهج الله من علامات الساحر أيضا إعطاء المريض أشياء يدفنها في الأرض أو أوراق يتدخن بها أو شيئا يضعه تحت وسادته لينام أو غير ذلك أو شيئا ليلبسه في رقابته مثل الحجاب وغيره سبعة قد يطلب من المريض إحضار حيوان يذبعه أو يأمره بذبحه وهذا ذبح حرام لأنه غير لغير الله ولم يذكر عليه اسم الله ولكنه هذا الزبح تقرب إلى الجن لكي يقوم بخدمة هذا الساحر أو قد يطلب من المريض أن لا يمس الماء لفترة يحددها كذلك من علامات الساحر أن بعض الساحر يتصلون عشوائيا ببعض الهواتف ويهمون المتصل عليه بأنهم يعرفون عنه بعض المعلومات وأن لديه بعض المشاكل وأنهم سوف يساعدونه في حلها وما هم إلا دجلون يريدون ابتزازه فالواجب ترك الإنسياق وراءهم والحذر من الاستجابة لهم ما الواجب علينا تجاه السحر والسحرة أولا الحذر من السحر لما فيه من خطورة على الدين والمجتمع ثانيا تجنب إتيان السحرة أو الاتصال بهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إذن الذهاب إلى السحرة هذا باب من أبواب الكفر والعياذ بالله ثالثا الحذر من دلالة أحد عليهم للتعامل معهم فلا تدل على الشر فالدل على الشر كفاعله كما أن الدل على الخير كفاعله فإذا دلت أحدا على أحد هؤلاء السحرة ليتعامل معهم فأنت قد ضللته وأضللته رابعا تحذير الناس من السحر والسحرة خامسا عدم تصديقهم مهما قالوا من خدع أو تضليل على الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر وهذا يطابق ما قلناه في الحديث الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ومن كفر فمصيره إلى النار سادسا عند العلم بوجودهم يجيب تبليغ الجهات المسؤولة عنهم لرد كيدهم ودر إفسادهم السحر عبر القناوات الفضائية وهذا انتشر في الفترة الأخيرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فتتعمد بعض القناوات الفضائية وبعض مواقع التواصل إلى تخصص برامج للسحر والشعوذة والتنجيم وغير ذلك من هذه الأشياء الأشياء فيصدرون فيها بعض الدجالين من السحر والمشعوذين والمنجمين والذين يدعون أنهم يعلمون الغيب ويفخمونهم ويتصيدون بهم الجهل وضعيف في الإيمان وللأسف انتشر هذا المرض في أمتنا ووطننا العربي وذلك لبساب انتشار الجهل والخزع بلات وهذه الأشياء وغرضهم من ذلك اتزاز الناس والإفساد في الأرض وهذا عمل محرم وجريمة كبيرة لما يتضمنه من إقرار الكفر بالله تعالى والإعانة عليه ونشر الفساد فالواجب الحذر الشديد من مشاهدة الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مقاطع السحر لأنها مخالفة للدين والعقل وتجنب نقل هذه المقاطع أو تداولها لأن هذا يعتبر نشر الفساد في الأرض نشاط تعرض بعض المواقع أو بعض وصائل الإعلام برامج فيها بعض السحرة والمشعوذين ما موقف المسلم من هذه البرامج على المسلم الحرص على عدم مشاهدة هذه البرامج أو التواصل معهم وتحذير الناس منهم سبل الوقاية من السحر ما هي كيف أقي نفسي من السحر هناك أشياء في ديننا الحليف وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قرآننا الكريم تجعلنا محصنين من السحر فمثلا أولا صلاة الفجر في وقتها مع جماعة للرجال التوكل على الله تعالى ودعائه واللجوء إليه ثالثا التحصن الدائم بالأوراد والأذكار الشرعية كأذكار الصباح وأذكار المساء أذكار دخول الخلاء والخروج منه أذكار دخول المنزل والخروج منه أذكار دخول المسجد والخروج منه أذكار الأكل وأذكار النوم كلها أذكار تحصن المسلم من السحر والحسد والعين وغير ذلك ومن هذه الأذكار قراءة المعوذات الثلاث سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات صباحا ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرس في الصباح والمساء وعند النوم وهي من أذكار الصباح والمساء كذلك قراءة آخر آياتين من سورة البقرة كل ليلة من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الصورة دال قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح والمساء وكذلك قول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامم وكل عين لامة وكذلك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه كلها أقوال تقل الإنسان شياطين الإنس والجن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في اليوم أكل سبع تمرات من تمر العجو صباحا على الريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر العلاج الشرعي للسحر ما هو العلاج الشرعي للسحر يكون عن طريق الرقية الشرعية والرقية الشرعية موجودة على الإنترنت الصوتية بمشاهير المشايخ مثل الشيخ أحمد بن علي العجمي وغيره من المشايخ والقراء موجودة الرقية الشرعية مكتوبة وموجودة مسموعة على الإنترنت والأدوى المباحة والدعوات المشروعة بأن يقرأ على المسحور القرآن الكريم والأدعية الشرعية وينفث عليه مباشرة أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض وهذا من وجهة نظري هو أفضل علاج أن تقرأ الرقية الشرعية على أماء ويسقى منه المريض كذلك ويغتسل منه لتطهر جوفه من السحر وكذلك جسمه الخارجي ويغتسل منه المريض خارج الحمام كذلك أو يدهن جسمه بزيت الزيتون بعد أقراءة القرآن عليه ومما يقرأ في الرقية الشرعية آية الكرسي والمعوذات وأوى خواتيم سورة البقرة والآيات التي ورد فيها إبطال السحر مثل الآيات التي وردت في سورة يونس وسورة هود وغيرها من السور التي ورد فيها السحر وقصة موسى مع السحرة عليه السلام أو تأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ثم تدق ويصب عليها ماء ويقرأ فيه الرقية ثم يشرب منه المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بالباقي ويكون اغتسال يا أبنائي خارج الحمام أي بعيدا عن الحمام أو بعيدا عن الماء الأماكن النجسة فيكون في مكان بعيدا عن الحمام وهذا الحكم وهذا النوع جائز ودين على ذلك عموم الأدلة الشرعية الأمرة بالتداوي والرقي أو منها حديث عوف بن مالك الأشجاعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه الشرك وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقي بسورة الفاتحة فالرقية جائزة لا شيء فيها التقويم اذكر خمسا من العلامات التي يعرف بها الساحر كما ذكرنا العلامة التي يعرف بها الساحر هي أولا أن يسألك عن اسمك واسم أمك هذه أول علامة تعرفها من الساحر أنه يخبر المريض باسمه أو بلده أو معلومات عنه كذلك من علامات الساحر لا أعرف بها الساحر أنه قد يطلب من المريض تزويده بشيء من أثاره المادية مثل مشطه أو ثوبه أو شعره كذلك يعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض أو أوراقا يتدخن بها أيضا بعض الساحراء يطلبون من المريض إحضار حيوان يذبحه أو يأمر بذبحه أو يأمره بأن لا يمس الماء فترة يحددها هو الساحر نجيب هنا عن السؤال الأول السؤال الثاني ما الواجب علينا اتجاه السحر والسحرة الواجب علينا اتجاه السحر والسحرة الحذر منهم وتجنب إتيان السحرة وتحذير الناس من السحر والسحرة وعدم تصديقهم وعند العلم بوجدهم نبلغ الجهات المسؤولة ما سبل الوقاية من السحر هناك سبل كثيرة ذكرناها أبنائي سبل الوقاية من السحر أولا المحافظة على الصلوات في جماعة التوكل على الله التحصن الدائم بالأوراد والأذكار أكل سبع اعتمرات السؤال الرابع وضح الطريقة الشرعية لمعالجة السحر الطريقة الشرعية طويلة وقد ذكرت في الدرس وهي العلاج الشرعي بالسحر عن طريق الرقية الشرعية وعن طريق سبع ورقات أحضر سبع ورقات من السدر الأخضر ثم تدق ويصب عليها الماء ويقرأ فيها الرقية الشرعية ثم يشرب منه المسحور ثلاثة حسوات ويغتسل بالباقي هذه هي الطريقة الشرعية لمعالجة السحر هكذا عزائي نكون قد أنهينا هذا الدرس ألقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم الكهانة والعرافة وهي أيضا متعلقة بموضوع السحر والسحرة لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في من الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر